النهاردة زي ما كنا نتكلم مع حضراتكم في بداية حلقتنا بيحتفل العالم باليوم العالمي للسمنة يوم اتخصص لتغيير وجهات النظر عن السمنة وتصحيح المفاهيم المغلوطة ده عشان رفع مستوى الوعي للحالة الطبية الخاصة بزيادة وزد الجسم ومخاطر طبعا السمنة أسبابها متعددة ونتائجها خطيرة جدا وأضرارها طبعا كبيرة على صحة الإنسان وارد جدا تسبب أمراض القلب، السكر، ارتفاع ضغط الدم، التهاب مفاصل، الحاد ودائم كنتكلمنا عنه في بداية الحلقة عشان كده النهاردة عايزين نسأل إيه هي درجات السمنة وهل كل درجة لها طريقة معينة لمعالجتها كل هذه الأسئلة هيجاوبنا عليها ضفنا للمنورنا الدكتور هاني جبران استشاري السمنة وأن حافظها الخير يا دكتور سبعة نور يا فنب أهلا بيك وأهلا بسادة المشاهدين كلهم يا أهلا بحضرتك، هل السمنة بالفعل درجات؟ فعلا زي بحضرتك قلت بالضبط فيه بنعمل تقريم للسمنة دي هل هي سمنة بداية السمنة أو متوسطة أو سمنة مفرطة وعلى حسب كل حالة بنقدر ندي العلاج المناسب لها ونقيمها علشان نشوف إيه اللي مناسب للحالة علشان أهم حاجة وده كلام مهم جدا زي ما حضرتك قلت في الأول إن السمنة مرض دي أهم حاجة لكن كسمنة والواحد كويس ومعندوش أي مشاكل مرضية ومتعود عليها ما نقدرش نعمل حاجة لكن لو فيه مشكلة صحية والسمنة مأثرة فيها يبقى لازم نتدي العلاج وعلاج طبي مع علاج للسمنة في نفس الوقت دكتور، فيه ناس بتبقى متخيلة إنه السمنة السبب الرئيسي لها هو بس الأكل أو نمط الأكل وطريقة الأكل لكن بيبقى فيها أحيانا أسباب عضوية أو أسباب متعلقة بأمراض هيا اللي بتسبب السمنة أو بتسبب مشاكل في الحرق أو ما إلى ذلك لو حديث تقول لنا إزاي نقدر نتعامل ونعرف إذا كان السمنة ليها علاقة بالأكل أو ليها علاقة بأسباب تتطلب إنه الشخص يروح لطبيب يعرف إيه المشكلة اللي عنده كويس هما الاثنين زي ما حضرتك قلت بالظبط العلاقة بالأكل وعلاقة بأمراض عضوية طب نعمل إيه؟ نبتدي الأول اللي هو تحت إشراف طبي مفيش حاجة اسمها أصلا الحرق بتاعي ضعيف وخلاص يا دكتور اديني دول الحرق أنا عايزة دول الحرق وخلاص مفيش حاجة اسمها كده ممكن يكون المشكلة مرضية أساسا هي اللي مسببة كل المشاكل السمنة دي وعلشان نعرف الكلام ده محتاجين أولا تحت إشراف طبي نمر اتنين نعمل التحاليل اللازمة اللي تقدر تقول لنا إيه المشكلة اللي عندي علشان أقدر أعالجها مع التحاليل لو كان نقص فيتامين دال أو عندي مشكلة في الغدة الدرقية أو عندي في الكوليستيرول للصحة العامة هل نقدر نعالج الكلام ده مع النظام الغذائي لأن السبب السمنة إيه؟ في سعرات حرية داخلة وسعرات حرية خارجة السعرات الحرية الخارجة لو كانت أقل من السعرات الحرية اللي داخلة يبقى دوت حيحصل سمنة لو السعرات الحرية اللي خارجة عن طريق الرياضة عن طريق المجهود هو دوت حد يقل في الوزن الموضوع سهل قوي الموضوع عم نضحك على عينين سعرات حرية داخلة أو سعرات حرية خارجة إحنا بقى اللي بتنظم الحكاية دي والأهم إن إحنا نبتدي نعمل نظام غذائي صحي ومتوازن مش أي حاجة وخصوصاً دخلين على رمضان فدي بي حتبقى مشكلة كبيرة كمان طيب إيه هو بقى النظام الأنسب للرمضان؟ الله الكلام ده كويس قوي في حاجة مهمة قوي النظام الغذائي في رمضان هل ممكن نقدر نخس في رمضان؟ أيوة هل طب أنا عايزة أثبت بس كفاية قوي ده ده لو طلعت في نفس الوزن يبقى حاجة جميلة لأ إحنا ممكن نخس في رمضان ونبتدي إحنا فاضل إسبوع رمضان نبتدي من دلوقتي لغاية شهر رمضان إن شاء الله ما يخلص هنكون نزلنا في الوزن مش ثبتنا في الوزن طب نعمل إيه ده كلام حلو قوي وكلام جميل نعملها الزي أولاً الناس اللي هي بتشرب قهوة كل يوم الصبح ده حيتعابوا قوي في رمضان فنبتدي في خلال الإسبوع اللي جاي ده نبعد عن القهوة أو الكافين اللي ياخد نسكا فيه ياخد الكلام ده نبعد عن الكافين في خلال الإسبوع ده عشان ما يحسش بالصداع والتعب طيب نعمل إيه العصاير بقى العصاير اللي هتاخدها في رمضان هنعمل فيها إيه ما ناخدش أي عصاير جاية من الشارع لأن لو خد العصاير اللي جاي من الشارع الكلام ده كله مليانة سكر كتير ودي ممكن تزود لي في الواسن نعمل العصاير الطبيعية في البيت ونحاول نحط فيها سكر ضايت خالب مثل أسبارتام هتبقى صحية أكتر بالنسبة بقى للطمر والبلح طب نعمل إيه فيه ناخد نفطر أو حنفطر على بلح كويس جداً حيفوقنا بس قد إيه واحدة وصول فردي الناس يقول لي ده ثلاثة أو خمسة واللي عنده سمنا بشكل عام يقلل من الحاجات دي جداً وناخد واحدة بس حيبقى أحسن كتير والأهم من كده إن إحنا نشرب المية على مدار اليوم من أول إفطار لغاية الصحور مش نشرب مية كتير قوي مرة واحدة أو نشرب مية على ساعة الصحور بس إحنا مش جمل هشرب مية كتير هتتحوش لا إحنا هناخدها على مدار اليوم كل ساعتين نشرب مية طيب بالنسبة للسمنة المفرطة تتجاوز الميت كيلو يعني دي تبقى كمان التخصيص فيها صعب قوي وبتاخد وقت هل أصلاً في البعض بيشوف الفوق المية كيلو إنه لا أنا مش هامل دايت أنا هتطر ألجأ لعمليات هل ده صح؟ آه ممتاز الكلام ده أولاً مية كيلو مش مشتخين قوي يعني ده مية كيلو ده كويس حسب الطولي ده إحنا اللي بنشوف على حسب الطول بتاعه لكن بيقول لي هاخش عمليات قبل ما يقول أخش عمليات ياخد باله كويس قوي إنه هو لو عندي مشكلة مرضية يبقى مهما حتى داخل عمليات مفيش مشاكل أولاً العملية دي عملية كبرى مش عملية صغيرة مش بسيطة يعني العملية الكبرى ديت لها مخاطر مخاطرها إيه؟ الوفاة ممكن تسبب وفاة؟ أيوة ممكن تسبب وفاة وأي حد بيقول لك أنا عايز أعمل عمليات عشان تزهق من الضايت أنا جربت ده كترة كتير ما يقولش الكلام ده يجرب صح يعمل التحاليل كلها صح يمشي نظام غذائي مش عشان يعمل عملية معي فلوس حيوم يعمل العملية أو حتى تستلف عشان تعمل العملية وعلشان هي زهقت أو مش عارفة أنا عايز أكو اللي أنا عايز أكو لا إحنا بعد ما نعمل العملية لازم نعمل نظام غذائي صحيح لأن مع العملية لازم نظام غذائي لو كان غلط بعد العملية حيزيت في الوزن وده اللي بنشوفه كتير جداً إن الناس عملت العمليات يقول لي لا ده ندخنت ده العملية بازت لا مع العملية ما بازتش أنت كلت غلط في الفترة دي كلت حلويات كتير كلت شوكولاتة عصاير كتير فيها نسبة سكريات هو ده اللي زود في الوزن ما نجأش العملية إلا ما نجرب ست شهور ست شهور متواصلة بالنظام غذائي صحي ونكون عاملين التحاليل اللازمة وتحت إشراف طبي بعدك لو فشلت ومش قادر يبقى فكرة وعملين ده ممكن يكون سببه إيه بقى من حد ده مسلا يكون عامل نظام غذائي وزي ما حضرتك قلت قاعد ست شهور على هذا النظام وما يخسش في النهاية ده ممكن يرجع سببه إيه ممكن يكون سبب مرضي أساساً نقص فيتامين دال بتفرق كتير جداً ممكن يكون عنده مقاومة الإنسولين وبرضه دي مهمة جداً أو الغضة الدرقية مش شغالة برضه بتزود في الوزن فمهما عمل أي نظام غذائي طول ما فيه مشكلة مرضية مش هيخس أبداً إلا لما نحلها مع النظام الغذائي طيب فيه ناس بتلجأ للأدوية يا دكتور الله انت بتقولي كلام ممتاز جداً وخصوصاً بقى تتكلم بقى في حكات الأدوية دي لأن فيه ناس بتجيلي وأنا شفت كثير قوي الكلام ده يجي يقولك جاي الدواء من على النت أو جايبه من عند دكتور بيقوله الدواء ده هو الخلاصة ما فيهش حاجة اسمها دواء من على النت ولا دواء من جوه من عند الدكتور أو الدكتور يدي له الأدوية عنده في العيادة يعني نجيبه من الصيدلية تحت إشراف وزارة الصحة يا ما نجيبهش نهائي الدكتور مشهور دكتور مشهور ده هو الدواء بتاعها ما فيهش حاجة اسمها كده طيب الحقن بقى اللي هي اللي بنسمع عنها كتير قوي اللي هي بتاعت السكر اللي بتخسس هل هي فعلاً كويسة ايه كويسة مولناش حاجة بتعمل ايه بتسد النفس هل فيه دواء ممكن يدي بدل الحقن لان بس ناخد بالنا فيه حقن بتتاخد كل اسبوع والناس كلها عارفاها اللي بياخدوها حتى في أمريكا وهنا بيدوروا عليها ومش لقينها وهي الحقنة التانية اللي هي بتتاخد كل يوم اللي هي مضادة هي أساساً للسكر بس اللي واخد تصريح من منظمة الصحة الأمريكية واحدة بس مش بتاعت كل اسبوع بتاعت كل يوم اللي مش لقينها هي اللي مش لقينها أساساً وبتالوا ينزلوها حاجات ممكن تكون مضروبة فعشان كده ما نشتريش من أي حد عشان خطر ما نقولش ناخدها وبياخدوا الدواء كمان والنا لقيتوا إن فيه ناس كتير قوي بتشتري الدواء من هنا لأنه أرخص كتير ويروحوا يهربوا من بره فده خطر فإحنا محتاجين إن إحنا يبقى فيه رقابة ما ناخدش بكميات دواء كتير من صيدلية واحدة يبقى لازم نحط عليها علامة أنا عرفت بزبط راحة فيهن طيب تفضل فانت كام اللي أنا عايز أقوله الأدوية الدواء الوحيد اللي بيتاخد الحقنا كل يوم ده بيسد النفس بس هل بيخسس والكلام بقى اللي بسمعه كايما بمالعيين أنا عندي يقولي طب بيخسسني أدئي في الأسبوع طب بيخسسني أدئي في شهر وفيش حاجة اسمها كده فيش حاجة اسمها النظام ده هيخسسني أدئي أنا هعمل إيه ما فيه واحد بيلعب رياضة واحد ما بيلعب مش النظام يقولك سبع كيلو في سبع تيام طب ازاي يعني طب انت لو ما بتتحركش ما بتعملش أي مجهود يبقى مش هتخس أبدا لازم الرياضة والأدوية تحت إشراف طبي ما ناخدش الدواء من عندي وشان حد جربه قبل كده وأنا هعافهم بيتعامل ازاي معن طريق النت أنا ممكن يسبب لي مشاكل لأن الدواء حتى الدواء الحقن له معايير معينة يعني اللي عنده مشكلة في الغدة الدرقية وتكون مثلا عنده في الأسرة بعض السرطانات في الغدة الدرقية ده ممنوع نهائيا ياخد الحقنة اللي بتاعت السكر اللي بتخسس ليه لأنها ممكن تسبب مشاكل كتير ده اللي حنيقدر يحدده الطبيب المعالج والأهم يكون طبيب بشري مش حد عشان المهنة لم تقوي زي ما بيقولوا كده فده مش حينفع لازم يتأكد نوع دكتور متخرج من كل طب أو علاق طبيعي يكون فاهم واعي للكلام ده فيه دواء ممكن ناخده راس بدل الحقن ناني الحقن الشغلانة المهببة دي ها هاخد حقن وشغلانة متعبة أيوة فيه دواء والدواء مصرح بيه من منظمة الصحة الأمريكية و جميل جدا و موجود باسم تاني موجود هنا في مصر جديد ممكن نقدر ناخده وأرخص كتير وتحت إشرف طبيب و احنا بنتكلم عن السمنة طبعا الوزن الزايد بيؤثر بشكل كبير جدا على المفاصل زي ما قولنا مزبوط فبالتالي الركب مش هتقدر تستحمل الوزن الزايد فبالتالي ممكن يحصل كمان اختناق لعصب القدم فمش هيقدر يمشي و لا يقدر يمارس رياضة في الحالة دي يعمل ايه؟ يعمل أي مجهود أحسن بالله مجهود يعني أنا لما أقل في الوزن كل الكلام دكتور العظام بيقوله ما تمشيش او ما تقفش على رجلك لا مفيش دكتور العظام أبدا يقدر يقول ما تمشيش ما تحملش على رجلك لأنه مثلا فيها اه يعني أي حركة ماك مش قادر يتحرك يروح للدكتور علاق طبيعي يحرك العضلات قلة الحركة دي خطر لأنها هتقلل الكتلة العضلية ولو قلنا الكتلة العضلية مفيش حرق أساسا إيه اللي بيزود الحرق إيه اللي حاجات يجي الناس كتير يقول لي الدين دا ويزود الحرق مفيش حاجة اسمها تزود الحرق إنت لو العبت رياضة كتير هتزود الكتلة العضلية هتزود الخلايا اللي بتاخد أكل في الجسم دا يوات معناها إن كتل الحرق هيزيد عندك لكن إنك إنت ما تحركش خالص أو أنا عندي واجع في عظمي أي حاجة روح الحمام راحة جاية لفي حوالين الصفرة اضربي في العيال أي حاجة المهم أتحرك لو ضربوا في العيال دا مجهود حلو قوي لكن أهم حاجة إن أتحرك لو ما تحركش خالص هيبقى خطر جدا يعني نحاول لبدا عن العيال ويتحرك يتمشي تريب العيال بحالة بصدف جار رمضان يعني بس خليني برضو يعني فكرة الحركة زي ما كانت شاهز اللي بيسأل حضرتك هي طبعا مهمة لكن في ناس برضو ممكن تفرط في الحركة الزيادة لأن في ناس السمنة عندها بتسبب لها خيقول ترومة أو مشكلة فعلا بتقرقها طول الوقت حتى التعامل مع السمنة بيكون غلط بشكل غلط جدا ففعلا بينقص في الوزن بس مع أقرب فرصة بيرجع تاني الوزن كله أيوة زي ما حضرتك قلت إن هو بيبقى عامل نظام غذائي قوي جدا وممكن تبقى تعمل نظام غذائي غير صحي اللي هو نظام الكيمائي أو الكلام ده كله ينزل قوي ويوم يرجع تاني بيرجع تاني ليه؟ المشكلة إن هو بينزل أساسا الكتلة العضلية مش الكتلة الدهنية عشان كده مافيش حاجة اسمها يجيب الميزان اللي في البيت يوزن وخلاص إحنا لازم يقيس بجهاز اللي يسمه اللي هو يقيس الكتلة العضلية والدهون والمية عشان أنا مهم حاجة عندي إن أنا أقل الدهون وزيد عضل طول ما أنا بقي حصل كده يبقى أنا صحي أكتر لكن لو أنا قلت العضل في لحظة أكلة واحدة هتقوم ترجعني تاني أو عندي مشكلة مرضية أو ما بلعبش رياضة وده اللي بسمعه كتير اللي يقول لك أنا مش عايز ألعب رياضة عشان لو أنا سبت الرياضة حتخن تاني الكلام ده غلط هو المشكلة اللي أنا بلعب رياضة بأكل غير صحي يعني الواحد بلعبه رياضة يو يأكلوا حلويات وعجلات زي كده فبيحرقها يوم يبطل الرياضة بيأكل نفس الأكل حيزيد في الوزن هتبطل الرياضة هتبطل الأكل تلعب رياضة تاكل صحي مليون في المية هتقل بشكل صحي الموضوع كمان بيؤثر زي ما كنا بنتكلم في بداية الفقرة على معدل ضربات القلب بيؤثر بشكل كبير على سيولة الدم يعني فيه فيه تفاصيل كتيرة المسألة مش متعلقة بالشكل فقط مظبوط زي ما حضرتك قلت عشان كده لما بنيجي نعمل أي نظام غزائي بنعمل التحاليل عشان لو فيه عندي كوليستيرول عالي مثلا اللي هو بيأسر على القلب ده حاجة مهمة جدا اننا اخد العلاج باستمرار وابقى بصحة احسن وازاي اننا اخد العلاج دوما نشكر حالك طبعا شكرا جزيلا دكتور هاني جبرانستشاري سمنة وانا حافة نورتنا في سبع الخير يا مصر أهلا وسهلا بكي أسازة وأهلا بكي لناس المشاهدين